السلام عليكم اذا كنت رعا معكم نوران سعيد في الثلاثة علاقبانها ان شاء الله اكون معكم في المحاضرة الرقم 6 في المنوى الثرابي منوان البوزيشنال ريليز اول حاجة قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا انا عرفت ان احنا في الترمي الثاني بنكون طاقتنا خلصة وفقرنا الشغف وعملين زق الترمي عشان يخلص بس برضو ما تنساش ان انت لازم تذاكر ولازم تجتهد علشان ما ترجعش تندم بعد كده يعني لازم تستمر في السعي ولازم تفضل تجتهد وما تقولش لا خلاص مش قادر وفقدت الشغف وماليش مزاج ومش عارف ايه لما يفعش الشخص اصلا لو مشي على حسب مزاجه وعلى حسب شغفه فمش هينجز حاجة في حياته مش هعمل حاجة في حياته فانت لازم ان انت هتيجي عن نفسك شوية ااا ما ترقمش ما تقولش خلاص مش مش قادر وهتكسل بقى ومش هتذاكر اول باول وكده لا حاول ان انت هتيجي عن نفسك وتستمر في السعي وبطل مرأة يا جماعة كل حاجة بتاخد وقت يجب ان انت هيجي عليك فترة صعبة كده هتكون مش قادر بس لازم برضو تقوم وتشتغل وتكتهد وما تكسلش خالص علشان تبقى فخور بنفسك بعد كده عشان ما ترجعش تقول يا ريتني كنت جيت عن نفسي شوية وكنت زاكرت ومش عارف ايه تمام كل حاجة بتاخد وقت يا جماعة وعمل كل اللي انت هتقدر عليه واسب النتيجة على ربنا بس اهم حاجة انت هتعمل كل اللي انت هتقدر عليه هتقول لي ما انا بيشنت والجسمي بتكسر ولاك لا بيشنت دي يعني يخليك صبور شوي كل حاجة بتاخد وقت طيب افكركم بعنان المحاضرة اللي احنا كنا قلناها بوزيشنال ريليز يعني ايه بوزيشنال ريليز بوزيشن معناها وضعية وريليز معناها انت بتامن ريليز للمسل يعني بوزيشنال ريليز معناها ان احنا بنحط البشنت في وضعية معينة تخلي المسل اللي فيها بين يحصل لها ريليز يحصل لها ريليز يحصل لها ريلاكسيشن هو ده باختصار عنوان المحاضرة وده تكنيك من ضمن التكنيكس الكتير اللي في المانوى ثيرابي اه بنستخدمه في حالات معينة هنعرف كل ده دلوقتي اول حاجة هنتكلم عن الديفنيشن بتاع التكنيك ده طبعا بي ارتي دي اختصار هنتكلم عن الديفنيشن بتاعته هنتكلم عن اكتشفه ازاي والطور ازاي ووصل لايه وكده هنتكلم برضو هاو اه بي ارتي وورك يعني احنا بنشتغل به ازاي اصلا التكنيك ده هنتكلم عن بتاعته هنتكلم عن بتاعته برضو هنتكلم عن الانديكيشن والكونترا انديكيشن زيه زي اي تكنيك بيكون انديكيشن لي انديكيشن وكونترا انديكيشن اه برضو هنتكلم عن شوية قواعد كده لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل التكنيك ده بعد كده اخر حاجة الاجزامبلز ودي الحاجات اللي احنا هناخدها هتجيلك في العامل يعني انت لو جالك سأل في المحاضراتي فاكده هتجيلك مثال من الامثال اللي احنا هنقولها تمام طيب احنا قولنا ان البوزيشن الرجيل ثيرابي ده ده عبارة عن تكنيك من ضمن التكنيك سي كتيري موجودة في المانوال ثيرابي تمام اه بتكون مميزة شوية يعني ايه يعني التكنيك ده افكتف قوي مع الحالات اللي هما بيجو لك وهم عندهم اه اه ماصل زبازم او عندهم ماصل كرامب عندهم ريستريكشن عندهم اي حاجة في الماصل اللي عاملة فيها بين انت تقدر ان انت تستخدم التكنيك ده وهيكون افكتف جدا هتجيب نتيجة طبعا الماصل لما بيحصل فيها ازبازم او بين او اه اي حاجة ده بينتج عنه مش بتقدر ان هي تقوم بالوزيفة بتاعتها تمام فانت بقى تستخدم التكنيك ده عشان تحاول تقلل دي واترجع الماصل للوضعية بتاعتها اللي هي بتكون فيها وتقدر ان هي تقوم بالاكشن بتاعها الطبيعي بتاعها اه بدون بين تمام? بعد كده قال لك بقى ان الوزيشنر ثرابي ده اه لو اسمتاني بتاعه يعني ايه لو شفنا الصورة اللي تحت دي دي عضلة البايسيبس ودي عضلة الترايسيبس تسمعوا حاجة اسمها اجونيست وانتاجونيست مصل الاجونيست والانتاجونيست دول بيكونوا عضلتين اه بيعملوا ري اكشن عقص بعض بس هما بيكونوا شغالين عن نفس الجوينت يعني مثلا قدامنا دلوقتي في الصورة عضلة البايسيبس والترايسيبس شغالين على الالبو جوينت البايسيبس تعمل فليكشن وترايسيبس تعمل اكس 사람이 اكسيا البايسيبس تعمل فليكشن ازاي لماatoireن بتاعها بيقرب من الانسيرشن فبالتالي العضلة بتحصل وبترفع العضمة دي الفوق وده حركة اسمها فّليكشن تمام والترايسيبس تعمل حركة عكسية لها طيب تمام يعني اه vários ديbau استرين كونيه انتر استرين بس يا جمعي لو مثلا نفتركنا ان عضلة ترايسيبس دي حصن فيها مزء حصل فيها ايه هصل فيها اي حاجة سببت لها بين هل ينفع ان انا اخلي العضلة دي اعمل فيها ستريتش انا لو عملت ستريتش في العضلة دي البين هيزيد وكده انا مش انا كده مش بعالج العضلة بالعكس ده انا بزودها سوء يعني كده انا بزود الحالة بخليها ايه تبقى اوحش بقدر ما تتطور فبالتالي انا هبعد خالص عن ان العضلة اللي فيها سترين دي يحصل فيها ستريتش هبعد كده خالص عنه اعملها هعليجها ازاي هقلي العضلة دي يحصل فيها ايه شورتنس والشورتنس ده بيحصل في الاغلب مع الاكشن بتاع العضلة دي يعني عدي عضلة الترايسبس يا جماعة فيها سترين اااا جا حصل فيها سترين تمام انا عايزة عالجها عليك هزاي هحطها في وضع تكون فيه شورتنس طيب ايه بتكون شورتنس في اني وضع لما العضمة دي او الالبو جوينت يحصل في ايه اكستانشن لما الالبو جوينت يحصل في اكستانشن فبالتالي العضلة دي او باختصار بتحاول تخلي ترايسبس دي مايحصلش فيها ستريتش تمام طيب انا كده برضو يعني انا كده برضو عملت ايه انت كده عملت شورتنس في العضلة دي خليتي قللت البيت طيب البيسيبس ايه شغلتها برضو بص يا جماعة البيسيبس دي دي العضلة الانتاجونس بتحاول تقلل الاوفرلود اللي واقع على ترايسبس او باختصار بتحاول تخلي ترايسبس دي مايحصلش فيها ستريتش تمام طيب هتعمل ايه بقى البيسيبس عشان الترايسبس مايحصلش فيها ستريتش هتروح عاملة هي ستريتش ولما تعمل هي ستريتش وبالتالي الاولو هيحصل فيها اكستانشن فبالتالي العضلة دي هيحصل فيها الشورتنس وبتفضل على الوضعية دي فترة وخلاص البين هيروح شايفين التكنيك سهل ازاي بص هو محتاج فيهم شوي طيب فستريم كومنتر استريم معناها ان عضلة حصل فيها ستريم اعمل الانتابونس بتاعها عملت كومنتر استريم وكومنتر استريم معناها ستريتش كومنتر استريم معناها ستريتش يعني عضلة حصل فيها ستريم فتقوم العضلة الانتابونس بتاعتها تعمل ستريتش تمام ان شاء الله تكون وصلت طيب قالك بقى ان التكنيك ده يعالج العضلات اللي فيها سترين أو فيها زباز بطريقة غير مؤلمة انت متحسش بألم انت يدوب بس بتحط البيشنت قصدي مش بيحس بألم انت يدوب بتحط البيشنت في غضاية مريحة ليه فبالتالي العضلات بتعطيه يحصل لها ريليز وخلاص كده خف من غير أي ألم خالص تمام بعد كده قال لك بقى ان التكنيك ده مميز شوية عن بقى التكنيكس اللي احنا بنستخدمها في أوقت تانية إزاي قال لك ان بقى التكنيكس دي بيكون مثلا لو بتاعتها فيها أو طبعا الفايبرز اللي بيبقى فيها ريستريكشن دي بتكون جواها مختلنا جواها تينشن وفورس فلو استخدمنا تكنيك تاني غير البي ار تي إحنا 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 اللي بنيدي فورس للفايبرز دي تكون أكتر أو بتساوي الفورس اللي في الريستريكشن فايبر يعني إيه يعني الريستريكشن فايبر دي بيكون جواها تينشن أو فورس فقوم ما أنا كالسيرابيست أروح جاي ضغط على المنطقة اللي فيها الريستريكشن دي بقوة قد القوة المختزنة والتينشن المختزن جوا الريستريكشن فايبر فتروح إيه تروح كسر الأدهيجن والريستريكشن اللي فيها وتروح إيه شاجلي وبالتالي العقلة ترجع قبعي بس إحنا مش بنعمل كده في التكنيك ده إنت مش بتدي أي فورسة خالص للتيشو إنت هيدوب بس بتحط التشو أو المصر كلها تحطها فضعية مريحة لها تعمل لها shortness وبالتالي كده إنت كده مجرد ما إنت بتحطها فضعية مريحة لها فخلاص الفورس اللي فيها أو الأدهيجن اللي فيها أو الأدهيجن اللي فيها بيفك لوحده تمام ومن غير ما إنت تديها أي فورسة خالص عشان كده ده تكنيك مميز شوية عم بقية تكنيك ستاني تمام طبعا إحنا قلنا إن التكنيك ده بيكون بيكون يعني الشخص اللي هجيلك هيقول لك إيه أنا عندي يا دكتور بين في المنطقة كذا فأنت طبعا تكون عارف العضلة الموجودة في المنطقة دي فهتقول خلاص يبقى الشخص ده عنده العضلة الموجودة في المنطقة دي فيها إيه فيها أو فيها خلاص يا سيدي تعالى هحطها قفو ضعية بعدها بشوية هتحس إن ما فيش بين خالص عشان كده التكنيك ده بيعالج الحالات اللي هي سعب بتكون أكيوت أو حالات جاية تشتكي من سيفير بين تمام تمام بعد كده هنتكلم عن البي ار تي ديفلوبمنت إزاي تم اكتشافه ووصل لحد فين لحد دلوقتي أو اكتشفه إزاي فيه آآ آآ دكتور مش لازم اسمه خالص قال لك إنه هو اكتشف التكنيك ده بالصدفة طيب إزاي كان قاية في العيادة بتاعته أم جاله بيشنت قال له يا دكتور أنا عندي ألم شديد في المنطقة دي تمام قال له طب رح وعد وأنا جايلك تمام بعدها بدايتين الدكتور رحل البيشنت ده قال له أنت كنت تشتكي من إيه قال له والله يا دكتور أنا كان عندي بين في المنطقة كذا بس أنا لما عادت هنا شوية حسيت إن خلاص البين بيقل ودلوقتي البين رح خالص فطبعاً الدكتور يعني لاحظ قال لي أنا ما تأخرتش على جايلك الديتين هو كان يشتكي من بين ودلوقتي بعد ديقتين بس البينة اختفى فطبعاً السيربست خد باله إن البيشنت قعد في وضعية مريحة له فقال خلاص يما قال البيشنت ده لما قعد في وضعية مريحة له عمل للمصل بتاعته حتى البيشنت بنفسه قال الآن إن هو قعد شوية لأ إن لأ إن البين بيختفي تدريجياً تاني يختفي يختفي لحد ما اختفى خالص تاني يقلي يقلي حد ما اختفى خالص تمام؟ وخلي بالكم من تسعين ثانية دي عشان هناخدها بعد كده وهي دي اللي هتبقى إيه الوقت السابت لما تيجي انت تعمل سيشن لأي حد فهتقعده في وهتحط يعني في الوضعية المريحة له إيه تسعين ثانية أو ديقة ونص دقيقتين في الحدود دي يعني تمام؟ تمام بعد كده بقى إيه أمل الدكتور بقى قال إيه آآ يبقى خلاص الشخص ده آآ كان عنده استرين مثلاً أو أي شخص عموماً لما بيحصل له آآ صادن استرين حصل له مزق في العضلة أو حصل له صادن استرين أو حصل له آآ ريستريكشن أو أي حاجة سبب بين في العضلة قامت الأنتاجونيست ساعدت الأجونيست وخلت الأجونيست يحصل فيها شورتنس تمام؟ والأنتاجونيست حصل فيها كاوينتر استرين أو ستريتش وبالتالي إيه حصل ريليز المصل دي طيب سمى بقى الأكشن ده إيه؟ قل ده اسمه زا دوبل بلانسينج أكشن عضلتين بيساعدوا بعض لو واحدة حصل فيها استرين ثانية ساعدها وتقلل الحمل عليها تمام؟ تمام من هنا بقى أما الدكتور ده قال خلاص احنا نسمي التكنيج ده اسمه استرين كاوينتر استرين تكنيج تمام؟ بعد كده هنتكلم عن البي ار تي تكنيج لما يجي لك بيشانت ويقول لك يا دكتور أنا عندي ألم شديد في رقابتي مثلا أو في إيدي أو في أي حتة فأنت هتشك إنه عنده حاجة اسمها تندر بوينت يعني إيه تندر بوينت؟ التندر بوينت دي بتكون عبارة عن منطقة صغيرة في الجسم بيكون فيها بين لما أنت تيجي تحسس عليها هتلاقي فيها نبض كده بلسيشن آآ ممكن يكون فيها ريدنس تمام؟ فأنت خلاص عرفت إنه المنطقة دي فيها آآ تندر بوينت طيب تندر بوينت دي بتكون موجودة في أماكن معينة في الجسم ولا هي بتنتشر عشوائيا كده لا هي قال لك إنها في الأغلب بتكون في الجوينتس وفي المصل وفي اللجم تمام؟ تمام طيب أنا دلوقتي عرفت إن المنطقة دي فيها تندر بوينت أنا بقى وظفتي كدكتور هعمل إيها؟ هعليجيها إزاي؟ قال لك إن انت بتحط بريشر كورنستانت بريشر على البوينت اللي فيها بين دي على التندر بوينت دي طيب هو أنا بحط البرشر ده على مزاجي يعني احط بريشر كتير ولا بريشر أولير ولا إيه بالظبط لا الليفل بتاعي البريشر ده البيشن هو اللي بيحعدده يعني دلوقتي إنت خاطت إيدك بتعمل بريشر على التندر بوينت اللي عند البيشن ده هتقوله انت طبعا يا بيشنت دلوقتي حاسس ببين اديني رقم من صفر العشرة يعبر عن البين اللي انت حاسسه دلوقتي يعني انت حاسس ببين قد ايه من عشرة قالك مثلا مثلا سبعة من عشرة لأ ده كتير قوي يبقى خفف البين يخفف البريشا عليه شوية فلما تخفف البريشا عليه شوية يقولك دلوقتي يقديله مثلا من اربعة او مثلا اربعة او خمسة فخلاص تثبت الليفل بتاع البريشا ده لمدة تسعين ثانية السر بسبعة بيفضل محافظة على الوضعية دي بيفضل حاطة الليفل اف بريشا ده على تيندر بوينت ودي بتكون طريق افكتف جدا وبتعالج تيندر بوينت تمام طب احنا كنا انتفان قبل كده ان لو في عضلة فيها بين لأي سبب من الاسباعي فيها تيندر بوينت او سترين او اي حاجة قلنا ان ما يفهش نحط العضلة دي واحنا بنعالجها في وضع ستريتش لان الستريتش بيزود البين تمام فانا لازم احط البشينت في كمفورتابل بوزيشن ابعيده خالص خالص عن الريستريكتد موشن او او ابعيده عن الوضعية اللي تسبب له بين فانا عشان احطه في كمفورتابل بوزيشن لازم احط المصل في وضع تكون فيه شورتنس عشان احاول ان اقرب الفايبرز بتاعت المصل دي من بعضها تمام وحاول ان انا قلل البين شوي طيب في صورة اللي قدامنا دي الشخص ده عنده تندر بوينت في الترابيزيس فقامت الدكتورة حطته في وضع عمل الترابيزيس شورتنس فعملت ابدكشن في الشوردر مع اكستينشن عشان تقرب الارجن والانسيرشن من بعض وتعمل شورتنس للمصل دي يبقى باختصار احنا قلنا اول حاجة هنحط بريشر بالليفل معين البيشن هو اللي يحدده وبعد كده هنخلي البيشن يعد فيه وضعية كمفورتابل بوزيشن طمام والوضعية دي بتكون على اغلب المصل فيها الشورتنس والشورتنس ده اصلا بيكون هو الاكشن بتاع المصل يعني انا دلوقتي عملت عملت شورتنس للترابيزيس ما هي ده اصلا الاكشن اللي ترابيزيس بتعمله بتعمل ابدكشن للشوردر تمام قال لك بقى ان الطريقة دي او التكنيك ده بيأثر قوي وبيكون افكتف و تندر بوينتي بتخطفي مع الوقت تمام طيب انا دلوقتي عملت العضل اللي فيها تندر بوينت دي عملت فيها الشورتنس و خليتها يعني خليتها فوضع الكنتراكشن بتاعها فظهر لي شوية اعراض كده زهر لي هيت منطقة بقيت درجة حريتها عالية زهر لي بالسيشن او فيبريشن تمام طيب الاعراض دي طبيعية او طبيعية طبيعية انها تظهر بما انك حضرت اصلا البيشن في وضع عامل فيه الشورتنس للمصل و ضغط كمان على المنطقة اللي فيها تندر بوينت لفترة فعشان كده حصله الاعراض دي طيب انا اتخلص من الاعراض دي ازاي هتخلص منها لما ارجع المصل لوضعياتها الطبيعية ازاي انا دلوقتي مقعد البيشن هو مش حاسس بقلم خالص خالص اقوم انا استخدم باسف موفمينت يعني انا اللي احركه احرك البيشن ده هو دلوقتي عامل شورتنس في المصل لأ انا بقى ها ام حركه اعمل لينسنينج للمصل دي فعند ان انا عملت لينسنينج للمصل دي وهو مش واخب باله هو دلوقتي قاعد مش حاسس ببين زي مثلا تكون انت عندك الم في منطقة معينة في ايدك مثلا وبعد كده انت مثلا اعدت سريحتي في حاجة او اعدت قدام التلفزيون او اي حاجة تمام فانسيت اصلا ان انت عندك الم في المنطقة معينة هي دي نفس الفكرة انا مقعد البيشن ده مش حاسس باي الم خالص وبعد كده رحت انا لمحرقاه ومقعداه في وضع خلق المصل اللي احنا كنا بقالنا شوية عملي لها الشورتنس دي عملنا لها اللينسنينج فخلاص هو بقاش حاسس بحاجة ما حاسش ببين ولا بأي حاجة يعني انا برجعه للوضع التبيعي بتاعه برجع المصل للوضعية النورمال بتاعتها ان هي تقدر تعمل شورتنس وتقدر تعمل برضو اللينسنينج وكده يبقى احنا عالجنا المصل وعالجنا التندر بوينت اللي فيها تمام قال لك بقى ان الطريقة دي بتقلل للتندر بوينت وبتقلل للديسكمفورت لحد ما ممكن يختفي خالص او على الاقل ان هي هتقلله بنسبة 70% هنشوف بقى ازاي التكنيك ده بيشتغل وازاي بيجيب نتيجة مع البيشن ان التكنيك ده المصل فايبر بحرر المصل فايبر من التنشن اللي فيها طيب ازاي قال لك عن طريق ان هو بيعمل あー decreasing اللي neural activation اللي هو بيكون البلس اللي تحت ايدك مش انت بتحس ببلسة تحت ايدك كده في affected area نتيجة ان فيه neural activation في Limited طيب انا بقلله بالتكنيك ده ازاي عن طريق حاجتين اول حاجة ميكانيكالي عن طريق ان انا بعمل شورتنينج للمسل دي تاني حاجة ان انا بعمل منيبيوليشن للنيورو كيميكال بوندنج اللي هي الروابط الكيميائية العصبية اللي بتكون متكونها في نتيجة ان بيكون في تنشن في المسل تنشن زيادة فبتتكون روابط كيميائية عصبية انا عن طريق التكنيك البي ارتي ده بعمل منيبيوليشن للروابط دي وبكثرها وبالتالي بتخلص من الانفلاميشن ومن البين طيب انا دلوقتي خلصت من الانفلاميشن والبين كل حاجة بактер ترجع طبيعية قال لك هيحصل انترابشن للاشارات اللي راحة للسبانال كورد والبيرين ستم الإشارات العصبية اللي راحة للسبانال كورد والبيرين ستم بتكون كتير قوي وزيادة نتيجة وجود انفلاميشن فانا خلاص قللت وبالتالي الاشارات العصبية دي هتكون متقطعة او مش هتوصل طيب دلوقتي هنتكلم عن الافكتز بتاعت البي ار تي كل الافكتز بتاعته فوايد البي ار تي بيعمل ايه اول حاجة بيقلل المصل هايبر تونيستي بيشيل التنشن اللي موجود في المصل لما بتكون المصل شدة هو بيشيل التنشن اللي فيها ده طيب مش المصل دي جماعة بتكون حواليها فاشية الفاشية حالتها بتعتمد على حالة المصل يعني ايه يعني لو المصل فيها زبازم الفاشية كمان فيها زبازم المصل عامل الكوندركشن الفاشية هيحصل فيها كوندركشن حصل لينسرينج في المصل الفاشية هيحصل فيها لينسرينج فحالة الفاشية بتكون معتمدة على حالة المصل طيب انا قللت دلوقتي التنشن اللي موجود في المصل خلاص يبقى انا كده هرجع الفاشية لطبعتها تاني وهقلل الفاشيال تنشن تمام وده بيظهر بعد 3 دقايق من من بداية التكنيك تمام طيب بعد كده قالك ان لما بعمل ريلاكسيشن للمصل دي وبقلل التنشن اللي فيها وما بتكونش شدة فالجوينت اللي هي شغلة عليه بتسيبه بقى يتحرك براحته عكس ما بتكون شدة وفيها تنشن ما بيكونش الشخص قادر نو يحرك الجوينت اللي العضرة دي شغلة عليه تمام فانا كده عملت نروميليزيشن للمصل عملت نروميليزيشن للفاشية وكمان عملت ايه هايبر موبيليتي او قللت الهايبو موبيليتي الموجودة في الجوينت ورجعت لطبيعته تاني المصل اللي بيكون فيها زبادم مش بيكون فيها فيزلز ماشي جواهم ايوة طيب هل الدم اللي في الفيزلز دي بيكون ماشي بسرعة طبعية لا لأن المصل بالتنشن اللي فيها ده بتكون ضغطة على الفيزلز اللي جواها لو بالتالي الدم مش بيقدر ان هو يمشي جواها بسرعة طبعية فانا دلوقتي خلاص عملت النورماليزيشن للمصل عملت النورماليزيشن للفاشية ويرجعت الرينج في موشن زي ما كان فخلاص كل حاجة حوالين الفيزلز رجعت للنورمال تاني فكده الدم هيقدر يمشي جواه الفيزلز بصورة طبعية فعشان كده قالك ان من ضمن بتاعت التكنيك ده انه هو بيزود سريان الدم جواه الفيزلز دي وده بيحسن الحالة وبيخلي مفيش انفلاميشن خلاص بيقلل تمام طيب هدفي من كل ده ايه بقى ريليف البين انا بعمل كل ده عشان اعمل ريليف للبين تمام طيب دلوقتي بقى هنشوف التاعت التكنيك ده ايه اول حاجة قالك ان التكنيك ده مميز شوية عن كزا تكنيك تاني يعني التكنيك ده مش بيكون فورسد قوي يعني مش بيقصر جامد على التشو انت اصلا مش بتعمل فورس كبيرة قوي على التشو عشان تأصر عليها بالسلب او كده لا احنا بنعمل فعشان كده التكنيك ده مش بيقصر على التشو ولا على يديف فشها ولا بيقصر على وظيفتهم خالص ومجرد لايب بريشور بس بنعمله على التندر بوينت قالك برضو انه مضمن البنفتس انه ها بيساعد انه هو يقلل اللي سبازم اللي موجود فيه المصل بيشتغل في حياة اللي سبازمس وبيقلل اللي سبازم يعني بطريقة ما فيهاش بين تمام وبيعمل برضو بلانس انا دلوقتي خلاص رجعت الرينج في موشن للنورمل رجعت المصل للنورمل برضو رجعت الفاشية برضو لحالتها النورمل فخلاص انا كده رجعت كل حاجة للنورمل فهيحصل ايه بلانس وهنبعد عن الريستريكشن خالص تمام تمام وده طبعا اه نتيجة انه احنا عملنا بلانس وشلنا الريستريكشن فاكيد هيزود لي الرينج في موشن طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن الفاشية انا عملت ريليز للمصل فخلاص الفاشية اللي هي مغلفة المصل دي كمان التنشن اللي فيها هيقل طيب هي مش الفاشية دي يا جماعة اصلا كنتينيوس الفاشية دي كنتينيوس يعني هي غلاف واحد بس محوط الجسم كله العضلات بالفيزرا بالعضم كل حاجة كل حاجة عليها فاشية فدلوقتي لو حصل ريستريكشن في المنطقة دي في الفاشية اكيد كل الفاشية التانية هتتأثر صح ولا لا طيب لو حصل بقى ريليز للمنطقة دي فخلاص كل حاجة ترجع نورمل والفاشية كمان الفاشية كلها هترجع ايه للنورمال تمام فوقا لكن الفاشية كنتينيوس تمام اه وإحنا لما بنعمل ايزنج اللي فيها في منطقة معينة ده بيأثر على باقي المناطق وبيقل في باقي المناطق وده بيحسن وخلاص الشخص باقي بيقدر ان هو يجري يمشي ما بيبقاش فيه اي اعاق تمام تمام طيب بعد كده قالك ان هو بيحسن لو يعني الشخص ده عنده عنده في اي حاجة خلاص هو بيحسن التكنيك ده تمام هو بيوفر كل حاجة عشان يحصل للمسل طيب وبعد كده قالك برضو بيعمل قلم داول وبيحصل وبيقلل يعني بيرجعها تاني للطبيعة ما بيبقاش فيه اشارات عصبية زيادة وكده تمام تمام وقادي كده هنتكلم عن ايه الحالات اللي احنا بنستخدم فيها التكنيك ده بنستخدمها في حالات يعني انا لو عندي منطقة في الجسم فيها فخلاص يستخدم له التكنيك ده وبقال اللي فيها فده كله بيزود لي بتاع الجوينت تمام طيب برضو بنستخدمه في حالات المصل يعني لو الشخص برضو عنده هزم في اي مصل برضو بنستخدم التكنيك ده يعني كوسيلة اساسية يا اما هو يكون يعني التكنيك الاساسي اللي انا خلاص هعالج بالتكنيك ده بس او ممكن يكون مع تكنيك تاني يعني كاضافة التكنيك تاني بعد كده هنتكلم عن الحالات اللي انا ما يفعش استخدم فيها التكنيك ده اول حاجة لو الشخص ده يعني عين قوي مش قادر خلاص ان انت تحرك او كده برضو عنده لو عنده هشاشة في العظام فبرضو مش هنعرف ان احنا نحرك براحتنا لان العظام بتاعت يكون فيها هشة طيب لو عنده اوبن واند برضو ما ينفعش لو هو مش قادر ان هو يتعاون معنا مش مش ما فيش بينك وبين البش ده خلاص مش هينفع ان انا اعمله التكنيك ده لو عنده هيماتومة عنده نزيف اي حتة لو عنده فراكتشر لو كان عنده ولسه ما التعم شي خلاص مش هينفع انا اعمله التكنيك ده لو عنده الجلد حساس جدا مش اقدر ان اعمل عليه مش اقدر ان احرك وهكذا برضو لو عنده systemic او localized infection يعني لو عنده infection في الجسم عموما سواء كان localized او systemic مش هينفع اخر حاجة بقى قال ان هو لو عنده مشكلة في ال vertebral artery طيب اي بقى المشكلة اللي بتبقى في ال vertebral artery و ليه ما ينفعش عمل علي التكنيك ده نصر الصورة دي ادي عنده مشكلة في vertebral artery ده وجاي يقول انا رقبتي من ورا فيها اسبازم او فيها شد او مش قادر حرق رقبتي وهكذا فانا ما ينفعش ان انا اعمل له التكنيك ده لان انا من ضمن خطوات التكنيك ده هعمل shortening في المصل صح فكون ان انا اعمل shortening في المصل فانا هضغط على الارتري ده اللي هو اصلا فيه مشكلة يعني الارتري اصلا مضغوط لوحده ومش بيوصل الدم كويس للمخ فانا دلوقتي لما اعمل shortening للمصل اللي في من ورا فانا كده بضغط اكتر على الارتري ده تمام فعشان كده ده من ضمن الكونترا انديكيشن ونازم ناخد بالنا منها واصلا كل الداكاترا هيقولولك مايفاعش ان انت خاصاتهم في الرقبة مايفاعش ان نستخدم اي منول سيربي تكنيك وبرضو مش اي حد بيعمل بتاعتها لان هي محتاجة حزر لان بيبقى فيه هنا ارتري وفينز كتير تمام بتوصل الدم للمخ التكنيك بقى اول حاجة هتعمل للبيشن انت هتاخد منه ميديك الهيستوري الميديك الهيستوري ده هتاخده في سنة تالتة هتاخده في اسم البيشن وهتاخده طبيعي يتعامله هو بيشتغل مثلا وهو واقف على طول ولا كده برضو هتاخد منه هل كان عنده امراض قبل كده ولا لا هل كان عمل عمليات قبل كده ولا كل حاجة عن البيشن انت بتعرفها من الميديك الهيستوري ده طيب خلاص انا كده عملت وخلاص حددت ان البيشن هشتغله بالتكنيك البي ار تي يبقى اول حاجة هنحطه في اول حاجة هنحطه في البوزيشن اللي يحس فيه ب ريلاكسيشن فهاختارله وده بيكون على اغلب اللي انج دون بوزيشن اللي هو الصوبين لاين يعني لانه بيكون مناسب لمعظم الحالات تمام طيب بعد كده هعمل البوزيشن على افكتد اريا وهي هحط عليها ميني مال فورس بعد كده هشوف البوزيشن بقى اللي يكون في العضلات دي فيها شورتنس فانا هحرق البوزيشن باسيفلي وسلولي انا اللي هحرقه وعديله كده بحيث انه يكون العضلات في الفيربرز التي تعيتها فيها ايه شورتنس عشان اقدر ان انا ريليز التنشن اللي فيها تمام بعد كده انا خلاص انا بحرقه باسيفلي وسلولي هروح موقف بقى لما لاقي انه خلاص هو الافكتد اريا تمام طيب بعد كده بقى حاول ان انا يعني ما خليش ده كتير احنا قلنا ان التكنيك ده مش بيكون فورسد لا هو بيكون مجرد بس لايت كونتاكت او على الافكتد اريا بس سيب طبعا ده لمدة تسعين ثانية ايه هاعد اكتر من تسعين ثانية لو الحالة صعبة يعني شوية لو الحاسس لسه بس رابيوتيك بالس او لسه في التشو وبعد كده هشجع البش ان هو ايه يحصل له الريلاكسيشن فه هروح جاي سلولي كده وبس فلي محرك ل تاني واعمل العضلات اللي انا كنت عامل لها شورت النسبق لي شوية دي هعمل فيها اللينسين تمام وكده يبقى انا خليته رجع للطبيعي تاني اللي هو يقدر يعمل شورت النسل ويعمل لها اللينسين بدون بين وطبعا النتيجة دي بتكون يعني بيحصل فيها امبروفمنت بنسبة ما تقلش عن 70% فيها بتكون افكتف جدا وبتقلل البين بطريقة كبيرة تمام دلوقتي بقى هنتكلم عن شوية رولز كده لازم ناخد بالنا منهم ونعمل التكنيج ده اول حاجة احنا قلنا ان احنا بنحط البشينت ده في البوزيشن وبنعمل بريشور لمدة 90 ثانية تمام وعند كده بنرجع نرجع تاني للنيوتر البوزيشن تاني عشان الهوائي خلاص ورجع النورمال كده بعد كده يا جماعة قالك حاجات مهمة جدا لو التندر بوينت دي في ناحية الانتيريور يعني مثلا في الصورة دي انا عندي كذا تندر بوينت كلهم في ناحية الانتيريور انا لما اجي عالج التندر بوينت في الانتيريور يعني مثلا هي في الابدومين المصل في الريكتاز ماسل فانا هعليج هزاي المفروض ان انا هعمل shortness للمصل دي طيب shortness للمصل اللي قدام دي هتعمل لي في الترانك هتعمل ترانك فليكشن هو ده بالضبط اللي عايز يقوله هنا لكن لما بتكون التندر بوينت ناحية الانتيريور بنعمل فليكشن للترانك طيب وسعب يكون مع صايد ناحية التندر بوينت اللي هنا دي بحيث ان انا اعمل shortness للمصل في المنطقة دي طيب قال لك بقى طب زي هنا مثلا انا عايز اعالج التندر بوينت اللي في عضلات الباك فهعمل ايه هعمل extension في الترانك اخلي الشخص يعمل extension كده ويرجع الورا علشان يعمل shortness في العضلات اللي هنا وبالتالي اقدر ان انا اساعد وعالج وعمل pressure واعلل الباك بطريقة effective تمام فدي حاجات لازم ناخد بالنا من برضو لازم ناخد بالنا ان لو التندر بوينت دي في الميد اللي هو ده لو التندر بوينت في الميد لين فانا خلاص يعني هشوف لو هو في الميد اللي ورا هعمل extension لو في الميد اللي قدام ولو سعمل flexion تمام فهو بيقول لك لو هي في الميد line هعمل لها flexion او extension مش هستخدم لان هي في النص مش هحتاج ان انا نعمل لأي ناحية طيب لو هي بقى ناحية اللات ريع مثلا زي في الصورة دي كده tinder point هنا انا هتطر ان انا اعمل صايف bending كده الناحية دي عشان نعمل نصف المصل اللي هنا وقدر ان اعمل pressure وعمل release المصل وخافف الbeen تمام برضو في حاجات تانية لازم ناخد بالنا منها لو الشخص ده عنده اكتر من tinder point اكتر من tinder point اولا كده انت مش هتعالج الخامسة tinder point بس في session يعني لو شخص عنده 11 tinder point في جسمه فانت كل session لازم تعالج له خامسة بس فخلاص هعالجه على 3 session اول session 5 واخر واحدة دي ممكن مع session الواحدة تمام فقال لك ان لو في multiple tinder point فانا المفروض اشوف المست severe الاول وعالج اكتر tinder point او اكتر مكان الشخص حاسس في ببين خلاص انا هعالج المكان ده الاول مش هعالج في session الواحدة غير 5 بس ده اكتر عدد تقدر ان انت تعالجه في session الواحدة قال لك بقى لو tinder point دي في صف صف بالطول او صف بالعرض انت هتعمل ايه لو الصف بالطول زي مثلا الصورة اللي ورا دي ثواني اهي لو الصف بالطول زي ده كده فانت هتختار ايه اقرب للهد ايه الاكتر ايه البروكزيما الاكتر رقم سبعة تمام يبقى هتعالج سبعة الاول بعدين تمانية بعدين تسعة طيب لو صف وافقي يبقى هتعالج اللي ناحية الميديا للاول بعدين اللي ناحية اللاترال هتعالج اللي مسلا دي بعدين هتعالج اللي ناحية اللاترال اللي هي دي تمام طيب يبقى احنا قلنا دلوقت ان لو ال tinder point في صف خلاصا هعالج البروكزيمال الأول وهعالج الميديا للاول وقعد كده بأشوف الديستل والليترال الديستل اللي هي بتكون ناحية اللور لامب مثلا والليترال اللاترال تمام طيب طبعا احنا عارفين ان البروكزيمال دا اللي هي بتكون ناحية الهد والميدل او الميدل بتكون ناحية الهد والسندر او الزواجي طيب في الاطراف بتكون اه في يعني ايه انا دلوقتي عندي تندر بوينت في البيسيبس فهتكون مسماعة بتسمع في كزا حتة يعني يمكن تكون في ضهرك فمسمعها في دراعك مسماعها في رقابتك كده فهو بيقولك بقى ان في 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 الاطراف مثلا لو انا عادي تندر بوينت في البيسيبس ممكن احس ببينت في الترايسيبس تمام فغالبا وغالبا يعني ان البين بيكون عكس الاتجاه اللي فيه تندر بوينت يعني لو تندر بوينت في البيسيبس هتحس ببينت في الترايسيبس في الحالتين اصلا انت بتعالج اللي اتنين يعني انت بتعالج الناحيتين اه فده بيكون اه ما فيهاش مشكلة يعني انت بتعالج الناحيتين وكله بيرجع للنورما بس دي ملحوظة لابس بداخل بلد منها ان بتكون عكس اتجاه البين بعد كده بقى بتهدي الباشنط اللو هو قلقين مثلا من السيشن وبعد التكنيك ده فانت بتهديه وبتحسسه يعني انه خلاص البين هيخفه هيرجع طبيعي زي ما كان. بنعمل الاسيسمنت لي الاسيسمنت برضو بنعمل اسيسمنت لي الاسيس بتاع المسل برضو بنعمل اسيسمنت اي حاجة من مكونات الجوينت سواء مصل سواء فاشية سواء اه بونز اه لجامنت وهكذا بنشوف هل في اي حاجة فيهم فيها مشكلة ولا لا لأ لان لو حاجة فيهم فيها مشكلة هي عملت ديس فانكشن هي اللي عاملة ديس فانكشن خلاص هبدأ ان انا اعالجة اه برضو هنعمل تندر بوينت اسيسمنت اه عارفين طبعا هنتعمل مع تندر بوينت ازاي اول حاجة هنعمل بلبيشن اه بس طبعا ما يفاشل بلبيشن يكون بريزد سو هارد لازم يكون اه لايت بريشر تمام اه بنشوف هل في اه كذا تندر بوينت ولا لأ اه بنحدد برضو اللي احنا هنعمله على التندر بوينت ده اه عن طريق البيشن هو اللي بيحدد لي اقول له انت حاسس ببين كم من عشرة تمام وعلى اساس كده بحدد التندر بوينت برضو اه بيكون لاي بريشر تمام وبردو بحدد ايه الجنب ساين طيب ايه الجنب ساين دي الجنب ساين دي اه بتكون زي ايه زي انت مسلا ماسك ازايزة وعمال تروج مش لما بتمسك ازايزة وتوع تروج فيها كده بتشوف ايه من عند الغطة تحس ان فيه ضغط جاعة الغطة وبعدين تشهل ضغط جاعة الغطة وبعدين تشهل هي دي نفس الفكر هنا انت لو عملت اه بلبيشن للمنطقة اه اللي فيها بين دي هتلاقي انك انها بتنط كده تحت ايدك حاجة عمالت تغبط في ايدك بعدين ترجع تاني تغبط وبعدين ترجع تاني هي اسمها دي اسمائي الجنب ساين قالك بقى ان مع الوقت انت بتحدد البريشر اللي انت هتشتغل بيه على كل بيشنت يعني دي حاجة بتعرفها بالممارسة بتشوف الحالة دي هتحتاج البريشر كذا الحالة التانية هتحتاج بريشر اقل او اكتر وهكذا طبعا بتحدد الدبس بتاعي التشو لان قالك ان الديبر تيشو بتحتاج مور بريشر زين السوبرفيشيال تيشو لازم تحدد الدب بتاع التيشو اللي انت هتشتغل عليه علشان انت لو مسلا اه جالك حالة عندها مشكلة في الديب تيشو وانت عملت لها لايب بريشر او بريشر قليل جدا فالبريشر ده هيضيع في الفات وهيضيع في الفاشية مش هيوصل للتيشو اصلا فبالتالي انت مش هتعالج حاجة انت ما عملتش حاجة كده فانت لازم تحدد الاول قال المشكلة في الديب تيشو ولا في السوبرفيشيال تيشو ويتحط بقى البيشور بتاعك على حسب انه واحدة تمام تمام طبعا قال لك برضو ان اي مكان ممكن تلاقي تندر بوينت هندخل بعد كده على العملي بس هو العملي انت هتنفس كل كلمة احنا قلناه في النظر ولا كلمة زيادة ولا كلمة قليلة طبعا احنا حفظنا اصلا الخطوات اول حاجة هتحط البيشن في الكمفيرتبل بوزيشن بعد كده هتعمل بريشر على المنطقة الافكتد هتعمل بريشر ده تسعين ثانية دقيقة او نص او دقيقتين تمام بعد كده هتحطه في شورتنس بوزيشن هتخلي العضل يحصل فيها شورتنس تمام بعد كده قلنا هنعمل ايه هنرجعه تاني خلاص وقع انا خلصت تسعين ثانية عملت بريشر فخلاص هرجعه تاني بقى ايه للوضعية النورمال بتاتو واعمل له لين سرينج في المصر اول حالة معنا جماعة هي البايسبس البايسبس دي موجودة فين احنا شفنا صورتها في الاول خالص البايسبس هي العضلة اللي بتعمل فليكشن لالبو تمام فانا دلوقتي عايز اعالج البايسبس دي فخلاص انا هعمل الاكشن اللي هي بتعمله يعني خليها تعمل فليكشن في الاول وزي ما في الصورة كده بزبط طب انا عملت كده ليه عشان اعمل شورتنينج في المصر مش محتاجة يعني طيب انا دلوقتي عملت شورتنينج في المصر هعمل ايه تاني هحط ايه دي على المنطقة اللي فيها تندر بوينت وضغط هحدد البريشر اللي انا هتضغط به وهوضل ضغط به اه دي او نص تمام اه وبعد كده هرجعها تاني للنورمال جوزشن وخلاها تفرد ايديها عادي اه دي اول حالة معنا تمام تاني حالة معنا الانتر كوستيلز الانتر كوستيلز مصل دي هي المصل اللي بين الربس اللي موجودة اه في الشست المصل اللي بين الربس المصل دي اه فيها سبازم مثلا او فيها تندر بوينت او اي يكن طبعا هتحط البيشن فيه وضعية مريحة لي كونفورتابل بوزيشن هتعمل شورتنينج في المصل زي ما احنا شايفين كده اه طبعا هي عاملة شورتنينج اه نحية اليمين اهو هي عاملة صايد بندنج شوائي نحية اليمين وحنا قلنا كده قلنا لو المشكلة نحية اللاترف هي دلوقتي عندها مشكلة في الانتر كوستل اللي هي نحية اللاترف خلاص يبقى هنعمل ايه سايد بندنج وكمان هي عاملة في الهيب جوينت وده مساعد الانتر كوستالز ان يحصل فيها ايه اه كونتراكشن او يعني تكون فيها شورتنينج تمام تمام هفضل ضغط تسعين ثانية وبعدين اه بص يا جماعة انا كان جاتلي الحالة دي في العملي والدكتورة سألتلي انت هتحس بايه تحت ايدك تسؤال مهم قل لها هحس ببالسيش بس وقيد اخدت الدرجة خلاص تمام فهتفضل حاطة ده تسعين اه ثانية بعد كده ترجع ترجع داني اللينسون او النورمال تمام تمام ثالث مثال معنا الهيب فليكسورز الهيب فليكسورز اللي هي بتعمل اه فليكشن للهيب جوينت اللي هي موجودة قدام هنا السويس والعضلات دي تمام فهي عندها سبازمة في العضلات اللي هنا دي فخلاص انا عشان اعمل اه اعالج العضلة اللي هنا دي لازم احطها اول حاجة في شورتنينج اه بوزيشن اه عملت شورتنينج للمصر خلاص يبقى هحط بتاعي اه هحط بتاعي كام ثانية تسعين ثانية هفضل عامل تسعين ثانية وبعد كده خلاص هي مش هسب بين فهقوام هتاني ورجع لي ال ال كل والله يا جماعة تكون لك كلام متعادي انت مجرد ان انت فهم التكنيك فهم الخطوات خلاص هتطبق على اي حاجة رابع مثال معنا هي الطبع طبعا الطبعا الطبعا بتكون اللي هي بطن الرجل اللي سا احنا شايفين كده طبعا بتكون منيم العيان في اه 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 هتخلي يعمل فليكشن لان ني عشان يكون في مستوى يعني يكون في مستواك ما فاش انت تعمل اللي بكله مش هتطول اصلا رجله تمام فانت تاخد بالك من الحاجات دي تحط فليكشن في مستوى انت تقدر تعالجه في فانا دلوقتي عامل فليكشن لان اه حاطت ال بلانتر فاشيا في وضع فليكشن برضو صح ولا لا مش انا عامل فليكشن في الفينجرز اه ومقربها من اه كعب الرجل فخلاص انا دلوقتي عامل شورتنس في الفاشيا اللي هنا عامل بلانتر فليكشن في عمال شورتنس اروح حاطت بتاعي لمدة 90 ثانية وبعد كده مايحسش ببين خلاص بقى هشيلوا البرشور ده وارجعوا للوضعين النورمال ثاني خامس مثال معنا هي طبعا كلنا عارفين عضلة العضلة الكبيرة اللي هنا دي عايز اعمل شورتنس في العضلة دي هو عامل ابداكشن للشولدر طبعا يعني انا بعمل ابداكشن للشولدر وارجع ايدو الورا تمام اه او خليها في وضع ابداكشن يعني كده انا بقرب الفايبر زمن بعضها وبعمل شورتنينج في المصر تمام يبقى هو كده صح فهو حاطت البيشن في ريلاكس بوزيشن حاطه في سويد عامل ابداكشن للشولدر وطبعا هي عندها مشكلة اوهو عنده مشكلة في الابر ترابيزيس فعشان كده وحاطت بريشر هنا حاطت بريشر هنا تمام يفضل عامل البيشر ده لمدة تسعين ثانية بعد كده يرجع يرجع تاني للوضع الطبيعي بتاعه تمام الاجزام بالرقم 6 البيشن عنده مشكلة في اللمبر اللمبر دي فيها عضلات العضلات دي فيها اسبازم تمام فانا عايزة اعمل للعضلات دي فعملت في الهب فرفعت المنطقة دي شوية تمام وكمان حطيت بله تحت منطقة السوركس فانا رفعت المنطقة دي وكمان رفعت المنطقة دي فحصل لي هنا ايه العضلات اللي هنا تمام تمام دلوقتي اه اللو في الميد لين فخلاص انا هعمل اللي هو يدوب هرفع المنطقة دي وهعمل في الهب فخلاص انا عملت لها وحطيت لمدة تسعين ثانية وخلاص طيب لو عندي مشكلة في بس ناحية هنا فهزوج كمان ان انا هعمل يعني مع الوضعية دي اخلي اعمل كمان عشان اعمل للمصل اللي فيها ايه تمام الاكزام بالرقم سبعة البستيريور تبياليس مصر البستيريور تبياليس بتكون موجودة هنا طيب انا دلوقتي عايز عمل لها هقرب بالارجين والانسرشن بتوح من بعض طب هعمل كده ازاي هعمل في الني وقال لك الني دي يكون 60 درجة تمام انا دلوقتي عمل في الني خلاص عمل شورت النيس في العضلة فهحط بتاعي على المنطقة وافضل 90 ثانية بعدين نرجع للجول للن نانية فيها عضلات السيرفايكل والسكابيلر مصل فين العضلات دي اهي هي دي العضلات طيب انا عايز اعمل شورت النيس للعضلات دي هعمل ايه قالك ان انت هتخلي البيشنت ده يعمل في السيرفايكل ريجين لما يعمل ويرجع راسه الورا العضلة دي هتقصر طيب هيعمل ايه كمان قالك هيعمل في الشولدر جايد لما يعمل ويرجع اه كتفه الورا كده فبردو هيعمل في المصل دي ممكن كمان عشان يزود يعمل سايد بندنج ويعمل سايد بندنج الناحية دي طيب اه لو عايز استخدم بقى وخلي الشخص ده يعمل عشان يؤثر العضلات دي هخلي وشه يجي الناحية دي ولا الناحية دي انا لو خليت وش الشخص ده يجي الناحية دي ومنطقة الاكس بتيجي الناحية دي فكده انا هعمل في المصل انا كده مش بعمل لها شورتنس فعشان كده قال لك ان الروتيشن بيكون عكس اتجاه العضلة يعني يعني العضلة هنا هاي فخلاص انا هخلي وش يبقى الناحية دي وراس ومن ورا تبقى الناحية دي تمام فلما خليه بص كده فالعضلات دي هتحصل فيها ايه شورتنس طيب انا كده عمد في المصل وانا بنيين خلاص بقى احط بتاعي على المنطقة المدة تسعين ثانية وبعد كده ارجع تاني لما خلص تسعين تانية ارجع تانية للا بتاعه تمام اجزام بالرقم تسعة البتيلر تندون وده اخر حاجة معنا ادي البتيلة يا جماعة تمام التندون بيكون تحت البتيلة على طول فانا هعمل في الناحية عشان اعمل الشورتنس للتندون ده تمام بعد كده هحط بتاعي لمدة تسعين ثانية وبس كده خلص تلوق خلاص يبقى هرجع تاني للنورمال وهو الشخص مش هي بحسس ببين تاني خلاص انتظم في الصلاة وطور من نفسك وابعد عن الحب ونم بدري نصايح ببلاش احنا مش مخلين كم محتاجين حاجة طيب كده كده خلصت المحاضرة ام طبعا احنا معاكم في اي حاجة سواء شرح او اي حاجة تانية انتو اخواتنا صغيرين بس اطلب منكم طلب يعني لو في اي حاجة شايفين هعايزين اعدلها بعد كده في الشرح بعد كده اقولوا في الكومنتات وبرضو لو الشرح اعجابكم اقولوا برضو عشان انا بحبك تعلام الحلو ده تمام اه بتمنى كم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله شكرا